السلام عليكم اليوم هو واحد يوليوز الصيف يدخل حلب يسخون الصيف دائما كان مليء بالأحداث المؤثرة جدا بحال اليوم واحد الأحداث اللي ممكنش أبدا تلميذ في البكالوريا انه ينساه لأنه عنده علاقة بواحد الأزمة عالمية كبرى وسببها للمغرب اللي وقع لأنه الدول الامبريالية الكبرى بدأت تتنافس على مجالات في العالم من بينها فرنسا التي اختلقت المجال المغربي شيئا انطلاقا من مدينة وجدة حتى حاصرت مدينة فاس ومن وصلت المدينة فاس ألمانيا لم ترضى بأرض الواقع لأنه كانت هناك عدد من اتفاقيات كاتفاقية الجزيرة الخضراء التي كانت تسطير الاحتلال النفوذ وبسط المجال في المستوى المغربي ألمانيا ما ستدير؟ سترسل بوارجة حربية سترسلها الأقادير بدعوة أنه هناك العدد من الألمانيين يستنجلوها بألمانيا كانوا غير أربعة الألمانيين ومن كانوا يسمونه في أقادير الإشارة فقط بدأت الأزمة العالم كله حط يدي على قلبه لماذا؟ لأنه كان يجد سنة حرب العالمية ستوقع بسبب المغرب فعلا كانت الحرب العالمية الأولى ستدالع بسبب المغرب لولا تدخل من أجل طي هذا الملف والقيام بعملية تسوية عدل عملية تسوية شنو هي؟ هي المعروفة عند المغاربة أنه ألمانيا ستأخذ جزء من الكونغو بمقابل تخلي عن حقوقها في المغرب وهو تنفرد بذلك فرنسا باحتلال المغرب مع أن أسبانيا احتلس أيضا أجزاء الشمالية والجنوبية من المغرب وبالتالي وهو مؤثر جدا في تاريخ القرن العشرين وتاريخ المغرب خصوصا السلام عليكم